منذ صيدرتها على صنعاء والبنك المركزي بقوة السلاح تسببت الميليشيا الحوثية في تهالك العملات الوراقية المحلية ووصلت إلى حالة يرثى لها وصورة مهترئة تثير سخرية العالم بسبب تقادمها وتعرضها لتلف شديد وتشوهات بالغة أفقدت قيمتها كليا حتى بات معظم المواطنين يرفضون التعامل بها ما يهدد بانتهاء السيولة النقدية الصغيرة أو ما يسمى الفكة من الأسواق في ظل غياب البدائل وتوقف الطبعات الجديدة فضلا عن انقراض العملات المعدنية كليا منذ اندلاع الحرب الحوثية يعاني المواطنون من أزمة نقدية حادة تسببت في خسارتهم للفكة المتبقية لهم بسبب رداءة العملات المأوية المتداولة حيث يضر الصرافون والبنوك والباعة والإجراء معالجة بدائية وتلفيقات للأوراق التالفة تجميعا وقصا ولزقا ببعضها لجعلها مقبولة للصرف خلال البيع والشراء فيما يقوم بعضهم بإخفاء الأوراق السليمة عن الأنظار غير أن أغلب المواطنين باتوا يرفضون المئات المشوهة عند صرف ورقة الألف ويواجهون بسببها مشاكل يومية مع الباعة تضرهم لاستعاضتها بسلع إجبارية رغم حاجتهم للأوراق المأوية كنثريات ضرورية يحتاش منها أصحاب المشاريع الأصغر والطبقات الفقيرة مراقبون اقتصاديون يرجعون سبب تهالك العملات المأوية لأسباب عديدة ومنها التقادم وانتهاء عمرها الإفتراضية حيث تعود طباعتها إلى فترة الثمانينات والتسعينيات وبداية الألفية فضلا عن جرائم العصابة الحوثية إبانق سحامها للعاصمة صنعاء والبنك المركزية وتجريفها للاحتياضي النقدية حيث قامت بنهب الطبعات الجديدة من خزائن البنك والأسواق لاختلاق أزمة سيولة مصطنعة وعوضت السوق المحلية بالأوراق التالفة التي أخرجتها من بدرومات البنك المركزية رغم تقادمها وتكتسها في المخازن لسنوات ضويلة وهي التوالف التي اعتاد المركزي على سحبها من المواطنين وكان يقوم بإحراقها سنويا ويستبدلها بطبعات جديدة لتغضية حاجة السوق وتتعظم الإشكالية في ظل عدم سماح الميليشيا الحوثية للمواطنين بالتعامل بالطبعات الجديدة التي وفرتها الحكومة المعترف بها دوليا والإصرار على إضالة أمد الصراع وعرقلة كيان الدولة عن القيام بواجباته لمعالجة الاحتضار الاقتصادية وإصلاح ما أفسده غيا الميليشيا وعبثها